قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب القرآن الكريم أنزلناه أي أن الكتب كلها نزلت من عند الله تبارك وتعالى والصحيح الذي عليه جماهر أهل العلم أن جميع الكتب هي كلام الله التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن والكتب التي لم يذكرها الله لنا سبحانه وتعالى ولكننا نؤمن بها كما قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزي إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه نؤمن بجميع الكتب وكل هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا هنا يقول وهذا كتاب أي هذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه مبارك مبارك أي كثير البركة مليء بالبركة كله بركة بركة لقارئه إذ ينال من الحسنات الشيء العظيم بركة لسامعه بركة لمتعلمه بركة لمن يعمل به فهو بركة من كل وجه هذا الكتاب العظيم مبارك وقال الله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب وقال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهنا قال كتاب أنزلناه قال هنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بينني الآن ذكر ثلاث صفات لهذا الكتاب غير مبارك مصدق وأمر بتدبره وأمر باتباعه فهو مصدق الذي بين يديه ما الذي بين يديه قيل الذي بين يديه يوم القيامة مصدق اليوم القيامة أنه سيكون يوم القيامة أو مصدق الذي بين يديه أي ما سبقه من الكتب توراة الإنجيل الصحف الزبور والكتب الأخرى التي نزلت على الأنبياء يصدقها فهذا مصدق وهناك قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وبعدها قال في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فمن تنبه لهذا الأمر وهو آمن بأن هذا الكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب ثم إن هذا الكتاب أمر الله تبارك وتعالى باتباعه فاتبعوه ثم أمر بتدبره هذا كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فسيجد السعادة كلها سيجد السعادة عندما يحرص على تدبر هذا الكتاب وعلى اتباع هذا الكتاب وعلى الإيمان بكل ما جاء فيه أو به هذا الكتاب العظيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قلنا مصدق الذي بين يديه إما يوم القيامة وإما الكتب السابقة طيب كيف يصدق الكتب السابقة قالوا يصدق الكتب السابقة إما بأنه يقول نعم هؤلاء أنبياء وهذه الكتب التي جاءوا بها حق فيصدق أن التوراة حق وأن الإنجيل حق وأن الصحف حق وأن الزبور حق من عند الله تبارك وتعالى وأن الأنبياء الذين جاءوا وقالوا هذه كتب الله ونحن رسل الله يصدقهم بهذا كله أو أنه يصدقها بما احتوته بما اجتملت عليه لأن هذه الكتب يصدق بعضها لأن المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى وتتفق هذه الكتب في العقائد في التوحيد في الأخبار في القصص لا تختلف أبدا وإنما اختلافها بالأحكام ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فما كان مباحا في زمن قد يحرم في زمن ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذين حرم عليكم في زمن آدم عليه الصلاة والسلام ما في إلا آدم وحوى كيف جاء هذا النسل؟ لا شك أن الأخ تزوج أخته في شريعتنا لا يجوز أن يتزوج الأخ أخته تغيرت الشريعة في زمن يعقوب انصحت الرواية وهو المشهور أن يعقوب تزوج أختين في شريعتنا لا يجوز أن يجمع بين الأخ وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ومختلطة بعض كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآن اختلف أبيح فالقصد أن الشرائع ممكن أن تختلف لأنها بحسب الزمان والمكان والناس لكن العقائد واحدة فهو مصدق لما بين يديه بلا العقائد كل ما جاء به موسى من العقيدة لا يخالف ما جاء به عيسى وما جاء به يونس وما جاء به إبراهيم وما جاء به داود وزكريا ومحمد ونوح وهود وصالح صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد أي عقيدتهم واحدة وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قال ولتنذر أم القرى ومن حولها أم القرى هي مكة وفي آية أخرى تبارك الذي نزل على عبد الفرقان ليكون للعالمين نذيرا بينما هنا ذكر أم القرى وما حولها قال بعض أهل العلم هذا في أول الأمر بداية وأنذر عشيرتك الأقربين فكانت لأم القرى مكة وما حولها وبعضهم قال لا ما حولها الدنيا كلها تشمل الدنيا كلها أبدأ بأم القرى وهي مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد دعوة إلى الله تبارك وتعالى ومنها خرج نور النبوة ثم ينطلق إلى ما حولها أي إلى الدنيا كلها وخص أم القرى هنا قال أهل العلمي لأسباب منها أنها قبلة الناس جميعا هي القبلة الشيء الثاني أن هذه المدينة أو هذه القرية هي فيها أول بيت فضع للناس وهو مكة يحج الناس كلهم إلى هذه البلد يعني المسلمين يقصدون هذه البلدة وهي مكة شرفها الله وبعضهم قال إنها وسط الدنيا وهذا يحتاج إلى بحث لكن الشاهد كل الأحاديث الواردة في هذا ضعفة أن مكة وسط الأرض وأنها وسط اليابس كل أحاديث ضعفة يعني ثبتت في الأشياء العلمية الحديث هذا موضوع آخر لكن كنصوص شرعية لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا وإنما أخذت من ضواهب نصوص وكذلك جعلناكم أمة وسطا إذا أنتم وسط إلى البلد التي أنتم فيها هي وسط الدنيا كل هذا الكلام يعني لا دليل عليه حقيقة لكن الشاهدة من هذا أن قول الله تبارك لتنذر أمة القرى أي مكة بالإجماع هي مكة وما حولها فتشمل الناس جميعا تنطلق الدعوة من مكة إلى الدنيا كلها وفيها قراءتان لتنذر أمة القرى ولينذر أمة القرى لينذر يعني بالغائد لينذر هو لينذر أمة القرى وما حولها قال ولتنذر أمة القرى ومن حولها قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يؤمنون به يعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود الضمير إلى القرآن الكريم والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به قال وهم على صلاتهم يحافظهم خص الصلاة هنا لأنها بها يتميز الممي الكافر وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلة بين العبد وربه ولذلك ذكرت الصلاة دون غيرها من الفرائض بعد أن ذكر صفة هؤلاء المهندين يؤمنون به أي بالنبي أو بالقرآن الكريم قال وهم على صلاة يحافظون جعل الله وإياكم منهم الله على وعلم وصلى الله وسلم وبركاته ومعلم ومعلم ترجمة نانسي قنقر